أكد معالي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفة أن جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في نسختها الثانية والعشرين تأتي بدعم ورعاية من لدن جلالة الملك المفدى وتشكل نقطة تحول في مسيرة العمل القرآني في مملكة البحرين وإضافة نوعية لسلسلة الجهود والمبادرات المتميزة جاء ذلك خلال الحفل الختامي للجائزة بجامع أحمد الفاتح الإسلامي حيث تتضمن هذه الجائزة عدد من المسابقات والمجالات الموجهة لمختلف الشرائح والأعمار الزميل صالح يوسف والتفاصيل ثلاثة آلاف مشارك من أبناء مملكة البحرين من الإناث والذكور توجد اجتهادهم في حفظ كتاب البارئ عز وجل بالمشاركة في جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم التي تأتي في كل عام برعاية كريمة من لدن جلالة العاهل المفدة جائزة تجاوزت العشرين ربيعا ترمي إلى دعم حملة كتاب الله ذي الجلال والتيقن من تثبيت حفظ شباب المملكة لآي القرآن فضلا عن اكتشاف حناجرة تترنم بأصواتها الجميلة شارك في هذه المسابقة في هذا العام جائزة البحرين الكبرى التي تقام سنويا تحت رعاية جلالة الملك في دورتها الثانية والعشرين لهذه السنة ما يقارب الثلاثة آلاف طالب وطالبة من المراكز والحلقات القرآنية والمشاركين أيضا من دور الإصلاح والتأهيل ومن طلبت وزارة التربية والتعليم هذه المسابقة تهدف من أول ما تهدف إليه إلى ربط الناشئة وربط حفظة القرآن الكريم بكتاب الله سبحانه وتعالى تطبيقا وسلوكا وعملا في حياتهم إضافة إلى تغذية المفاهيم السوسطية والسمحة لدين الإسلام الحنيف من خلال التعليم القرآنية التي يستوحونها الطلبة والحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى مجالات عدة وفروع متنوعة لهذه الجائزة من بينها أفضل مركز لتعليم القرآن الكريم من بين عشرات المراكز بالمملكة برز مركز الشيخ عيس بن علي الخليفة في المحافظ سواء الداخلية أو الخارجية بسبب جهد العملين فيه والله الحمد منه وإذا يشهد ذاك على الجهد إخوان المدرسين زم الأخير عمل في المركز يقوم الجهد ليس بالسهل متابعة غير سهلة يقوم بما تملي عليهم إدارة شؤون القرآن الكريم قد المتطاب بالحرف الواحد وهذا الذي جعلنا نتميز ثم أيضا نتابع الطالب أول بول ونشجع الطلب على الحفظ والمراجعة حفظة قرأوا وارتقوا ونال أكثرهم تميزا على بيرقي هذه الجائزة حصات على المركز الأول والله الحمد في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا طبعا الهدف من هذه المسابقات هو أولا منافسة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وثانيا إتقان الحفظ ويعني هذه المسابقات ليست الله يعني وسيلة لإتقان حفظ القرآن الكريم وليس غاية يعني يسعى لها الحافظ مملكة البحرين بقيادتها ومؤسساتها المختلفة كانت ولا زالت المساند الأول لكل من يرفع راية هذه التعاليم الحميدة ليجعلها نبراسا له ولوطنه وسط حضور كبير يشهد تكريم الفائزين بهذه الجائزة الذين طبقوا قوله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لتلفزيون البحرين صالح يوسف